وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح بحيث يكون سعر الاردب الف جنيه للموسم المقبل توريدات عام الفين ثلاثة وعشرين وذلك في اطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين كما وفق المجلس على تحديد سعر الارز الابيض طبقا لحكم المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي او اكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز حماية المنافسة وقد اظهرت نتائج دراسة وزارة التموين للسعر العادل لبيع الارز الابيض للجمهور على ان يكون الارز الابيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيها والارز الابيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها اشتركوا في القناة